بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل كلامنا على باقي الكمبوننت الخاصة بالبي في سيستم بعد ما نقشنا البي في موديولز في الفيديوهات اللي فاتت هنبتدي نناقش مع بعض تاني كمبوننت معنا واللي هو الانفيرتر اول حاجة احنا ليه بنحتاج انفيرتر زي ما احنا عارفين ان الباور اللي نتجه من البي في موديول بتكون دي سي باور وعلشان اقدر اربط السيستم بتاعي بشبكة القهرباء او اقدر اغزي الاحمال اللي موجود عندي في البيت اللي معظمها بتكون اي سي ان ما كانش كلها فبحتاج جهاز يحول من الدي سي باور للإي سي والجهاز ده هو الانفيرتر وعندنا منه اكتر من نوع على حسب نوع ومواصفات السيستم اللي انا هيركبه فيه بالنسبة لمبدأ عمل الانفيرتر فهنلاقيه بيحول من الدي سي باور للإي سي عن طريق سويتشنج ميكانيزم مجموعة من السويتشات بتفتح وتقفل بميكانيزم معينة وبسرعة معينة فتقدر تحول الدي سي باور لإي سي باور بالنسبة للانواع الانفيرتر ممكن نقسميه لنوعين أساسيين أول حاجة Re-stand alone inverter أوall battery inverter yhteرت اي بستخدمه في الأنظمة المنفصلة عن الشبكة ثاني نوع اللي هو gravity teve inverter والاستخدامه في الربط مع شبكة الكهربة أول نوع اللي هو great tide inverter وتاة أهم سفاته انه يقدر يصدر طاقة لشبكة الكهربة وكمان يقدر يستقبل منها طاقة عشان يغزي الأحمال اللي عندنا ومش معنى ان الانفيرتر يكون مربوط بشبكة الكهرباء انه يكون يعني على سبيل المسال لو بصنا للسيستم اللي على يمين هنلاقي ان الانفيرتر هنا واصل على شبكة الكهرباء وكمان واصل عليه بطاريات بس في الحالة دي الانفيرتر بيكون فيه فانكشن زيادة انه هو بقدر ياخد الاسي باور من شبكة الكهرباء عشان يشحن البطاريات يعني في بعض الاحيان لو السيستم بتاع الخلايا مش قادر يولد طاقة كفاية للأحمال وكمان الشحن بتاع البطاريات قليل في الحالة دي الانفيرتر بياخد طاقة من شبكة الكهرباء علشان يشحن البطاريات علشان يقدر يغزي الأحمال بتاعتنا فهنلاحظ هنا ان اتجاه الباور من شبكة الكهرباء للسيستم بتاعنا ففي الحالة دي مش بيكون على اكس النوع بتاعنا في الجيرت تايد هنلاقي ان اتجاه الباور ممكن يبقى من شبكة الكهرباء للانفيرتر أو من الانفرتر لشبكة الكهرباء على حسب الانتجية بتاعت الخلايا وعلى حسب الأحمال المتوصلة على الانفرتر عشان تفهم الفانكشن الأساسية الانفرتر ده محتاج تعرف هو بيشتغل ازاي وازاي بيتربط على الشبكة فنلاقينا عندها تنين اوبشن اول اوبشن ان هو يتوصل بشكل دايريكت على شبكة الكهرباء في الحالة دي بيكون منفصل عن الأحمال اللي بتتغزى برضو بخط منفصل من الشبكة في الحالة دي كل الطاقة اللي نتجة من البي في سيستم بتتصدر لشبكة الكهرباء وتتحسب عليها بفاتورة منفاصلة عن فاتورة الأحمال اللي عندك في البيت التاني اوبشن انك بتوصله على شبكة الكهرباء من خلال الشبكة الداخلية للمبنى بتاعك ففي الحالة دي الطاقة اللي نتجة من البي في سيستم الاولوية بتاعتها ان هي تغزي الأحمال ولو فيه طاقة زايدة عن الأحمال بتاعتك هتبدأ تتصدر لشبكة الكهرباء والعكس لو البيفي سيستم بتاعي مش قادر يغطي الأحمال بتاعتنا أو في فترة الليل مثلا لما نفيش انتاجية من الخلايا في الحالة لا دي شبكة الكهرباء هي اللي بتغزي الأحمال وفي الحالة دي بستخدم عداد باتجاهين يحسب لي الفرق بين الطاقة اللي أنا صدرتها للشبكة والطاقة اللي أنا سحبتها للأحمال واتحاسب مع شركة الكهرباء على الفرق اللي ناتج عندي فاللي بينظم العمليات دي كلها هو الانفيرتر فخليونا نشوف الفانكشنز بتاعته بالتفصيل أول فانكشن معنا ان هو بيحول من الـ DC للـ EC تاني فانكشن ان هو بيعدل قيم الجهد والتردد الخارجة من السيستم بتاعنا يعني هنلاقي من من شروط الرابط على الشبكة الكهرباء ان السيستم بتاعك ينتج باور لها نفس قيمة التردد والجهد بتوع الشبكة فعلشان كده هنلاقي ان الانفيرتر بياخد سيجنل من الشبكة نفسها كـ reference-e وعلى أساس هيعدل قيم الجهد والتردد علشان تقدر تربط السيستم بتاعك بالشبكة الكهرباء ما تكلمنا في الفيديو بتاع بيفي موديل ان الاوبوتوت الخلايا يختلف مع اختلاف الظروف الجوية المحيطة زي اختلاف شدة الاشعاع واختلاف درجات الحرار فهنلاقي ان المكسمام باور اللي نتجه من الموديل بتتغير مع تغير الظروف دي فهنلاقي ان الانفيرتر بتاعنا بيكون جواه ماكسمام باوربوينت ترىكي نزيد دي عبار عن الكتونيك سيركيك بتشتغل بألجريزم معينة بحيث تعدى المقومة الداخلية للانفيرتر علشان تضمن انه يكون شغال عند نقطة المكسيمان باور اللي نتجه من الخلايا وعايزين نفرق بين المكسيمان باور بوينت ترايكينج اللي احنا استخدمناه هنا اللي هو عبار عن إلكترونيك سيركيت والميكانيكال ترايكينج اللي بنستخدمه في توجيه الخلايا نفسها عشان تستقبل أكبر كمية من الإشعاع الفونكشن اللي بعد كده اللي هي أنتي آيلاندينج دي معناها ايه؟ احنا قولنا قبل كده ان الانفيرتر بيعدل قيم الجهد والتردد اللي نتجه من البي في ساستم عشان تكون مساوية للقيم بتاع الشبكة الكهربائية بس ده بيكون فرنج معين من القيم دي على سبيل المثال لو حصل عطل في شبكة الكهرباء نفسها والكهرباء فصلت او حصل اي ديستيربنس زي مثلا ان الجهد بتاع الشبكة قل عن قيمة معينة في الحالة دي الانفيرتر بيحس ان فيه مشكلة في الشبكة نفسها ويفصل تماما بشكل فوري الفونكشن دي بيسموها أنتي آيلاندينج ودي بيكون مطلوب في كل الانفيرتر المتصل على الشبكة لانها بتمنع ان الانفيرتر يبعت اي باور على خطوط الكهرباء اللي فيها مشكلة فعلى سبيل المسال ممكن نلاقي عمال شغالين على خطوط الكهرباء اللي فيها مشكلة دي وهم فاكرين ان الكهرباء مفصولة في حين ان الانفيرتر قاعد بيبعت باور فهتعمل لهم مشكلة وفيه اكتر من طريقة الانفيرتر بيعرف بيها شبكة الكهرباء فيها مشكلة ولا لا عشان ياخد القرار الفصل منها مثلا بيقيس قيم الجهد والتردد بتوع الشبكة نفسها ويشوفهم في الرنج المسموح بي ولا لا وكمان يقدر يعمل هارمونيك ديكشن والطوق دي بيسموها باسف ميسوت في طوق تانية مبنية على ان الانفيرتر بيبعت سيجنل معينة على شبكة الكهرباء ويتابع السيجنل دي شوفها تغيرت ولا لا طب ايه الميزة في الاكتف ميسوت دي لو فرضنا مثلا ان عندي شبكة كهرباء متوصل عليها مجموعة كبيرة من البيفي سيستم وحصل مشكلة في شبكة الكهرباء وفصلت فهنلاقي ان كل انفيرتر شايف السيستم الثانية بتنتج باور عادي فهيبقى كل انفيرتر ريفرنس لباقي الانفيرترز اللي موجودة ومتصل علي الشبكة فهو مش هيقدر يكرر الشبكة فيها مشكلة ولا لا لانه شايف نفس قيم الجهد والتردد اللي هو مظبوط عليها لكن في حالة استخدام الاكتف ميسوت هيقدر ساعتها يحس ان فيه مشكلة في شبكة الكهرباء ويفصل السيستم بتاعنا كمان من ضمن الفانكشنز بتاع الانفيرتر انه هو ممكن يكون مزود بشاشة رقمية اقدر اتابع من خلالها الانتاجية بتاعت السيستم وكمان ممكن يكون فيه data logger وgetway علشان اقدر اربط الانفيرتر ده بالانترنت واقدر اتابع البرفورمانس بتاع السيستم بتاعي من اي مكان من ضمن الفانكشنز برضو الممكن نلاقيها في الانفيرتر بتاعنا هي البروتيكشن والايزوليشن فممكن نلاقي ان جوا الانفيرتر بروتيكشن ديفايس زي السيركيت بريكرز والسيرجي ارستور عشان تحمينا من زيادة الطيار ومن زيادة الجهد تاني النوع اللي هو الستاندالون انفيرتر وده بنستخدمه في الانزمة المنفصلة عن شبكة الكهرباء في الحالة دي في فترة النهار والشمس موجودة الخلايا بتولي الطاقة تقدر تشحن البطاريات وتغزي الاحمال اللي شغالة وفي فترة الليل لما الشمس بيكون مش موجودة والخلايا مفيش اي انتاجية منها الاحمال هتتغزى من الطاقة المخزنة جوه البطاريات وطبعا زي ما قولنا احنا بنستخدم الانفيرتر بس في حالة لو عندنا احمال EC محتاجين نشغالها لكن لو كل الاحمال اللي عندنا DC مش هنحتاج الانفيرتر ممكن بردو نلاقي بعض الانزمة اللي مش بتكون معتمد اعتماد كلي على الخلايا فهنلاقي ان الانفيرتر بتاعنا ساعتها بيقدر يستقبل طاقة من اكتر من مصدر فعلى سبيل المثال ممكن نربط على سيستم بتاعنا دي ديزل جنيريتور وين دي تيربين او نربطها بشبكة الكهربا نفسها بس في الحالة دي الانفيرتر مش بيقدر يصدر كهربا للشبكة لانه مش مهيق للفنكشن دي لكن يقدر يستقبل كهربا من الشبكة علشان يغزي الاحمال بتاعتنا وكمان يشحن البطاريات فحالة ان الطاقة اللي نتجه من البيبي سيستم مش كافية فهنلاقي ساعتها ان الانفيرتر بينظم الموضوع ده بعد ما صنفنا الانفيرتر زي قبل كده اللي هي ممكن نصنفهم برضو الاكتر من نوع والاكتر من كاتيجري يعني على سبيل المثال لو صنفناهم بناء على الترانسفورمر المستخدم جوه الانفيرتر فنلاقي عندها ثلاث انواع لوفيركوانسي تانسفورمر وهاي فيركوانسي تانسفورمر وتانسفورمر لسه يعني بدون تانسفورمر ولو صنفنا الانفيرتر زي بالنسبة للسايز فهنلاقي عندنا موديول انفيرتر وسترينج انفيرتر وسنترل انفيرتر فخلونا نشوفهم بالتفصيل بيعني ايه تانسفورمر وإيه اللازمته في السيستم بتاعنا التانسفورمر ببساطة عبارة عن جهاز كهرومغناطيسي بيتكون من ثلاث اجزاء مهمين ملفات دخل ملفات خارج وقلب حديدي لو وصلنا كهرباء على ملفات الدخل هتولد مجال كهرومغناطيسي مستحس في القلب الحديدي واللي بدوره هيولد كهرباء على اطراف الملف السانوي او ملف الخارج بتاع التانسفورمر وبناء على عدد لفات ملف الدخل او ملف الخارج اقدر اتحكم في الجهد اللي خارج من التانسفورمر ودي اول فانكشن ليه جوه الانفيرتر ان انا اقدر اعدل كيام الجهد اللي ناتج من الانفيرتر عشان يكون مناسب للابليكيشن بتاعي تاني فانكشن للتانسفورمر جوه الانفيرتر ان هو بيعمل ايزوليشن بين دخل الانفيرتر وخارج الانفيرتر يعني لو بصنا هنا مش هنلاقي اي فيزيكال كونتاكت بين الدخل والخارج وده اللي بيسموه الجالفانيك ايزوليشن لان ساعتها الربط هيكون عن طريق المجال الكهرومغناطيسي وده بيكون افضل للسافتي ممكن نصنف الانفيرتر دي بناء على نوع تانسفورمر المستخدم زي ما قولنا عندها ثلاث انواع لو فركوانسي تانسفورمر وانفيرتر وزهاي فركوانسي تانسفورمر وتانسفورمر لس انفيرتر خلينا نشوفهم بالتفصيل اول نوع اللي هو اللو فركوانسي انفيرتر في الانفيرتر ده هنلاقي انه بياخد الفولت اللي ناتج من الخلايا اللي بيكون عباره عن دي سي وعن طريق مجموعة من السويتشات بيحوله لإي سي واللي بعد كده بتعدى على محول او تانسفورمر عشان يعدل قيمة الجهد اللي ناتج عندي وزي ما قولنا دي بيكون اول فانكشن والفانكشن التانية انه هو بيعمل جالفانيك ايزوليشن بين الدخل والخارج وبيسمى اللو فركوانسي تانسفورمر لان التردد او الفركوانسي اللي شغالة بالسويتشات دي بيكون قليل مقارنة بالنوع اللي هنشوفه بعد كده اللي هو الهاي فركوانسي انفيرتر طبعا من اهم موايزات النوع ده انه هو سعره اقل وكمان الدزان بتاعه مش معقد بس يعيبه وجود تانسفورمر حجمه كبير فبيانتج عنده لوسز زيادة هتأثر على الكفاءة بتاعه الانفيرتر وكمان سعيتها حجم ووزن الانفيرتر هيكون اكبر النوع اللي معانا بعد كده اللي هو الانفيرتر with high frequency transformer في النوع ده الدي سي فولت اللي ناتج من الخلايا بيدخل على مجموعة من السويتشز عشان تحوله من دي سي لإي سي فولت بس اللي سويتشز دي بتشتغل بتردد عالي جدا بيتقاس بالكيلو هيرتز بعدها ال اي سي فولت اللي ناتج عن السويتشز دي واللي تردده بيكون عالي بيدخل على ترانسفورمر عشان كده بيسموه high frequency transformer بعد كده الترانسفورمر بيعدل قيمة الجوت ويتحول الفولت لدي سي بعد كده عن طريق مجموعة من الديلس وبعدين يتحول لإي سي تاني عشان اقدر استخدمه ففي الحالة دي الترانسفورمر عمل اتنين فانكشن بتاعنا اللي هو عدل قيمة الجوت وكمان عمل ايزوليشن بين الدخل اهم ميزة للنوع ده عن النوع اللي شفناه قبل كده اللي هو اللو فريكوينسي تانسفورمر هو ان حجمه اقل لان من اسيات الالكتروماجنتيكس ان في حالة ثبوت الجوت فالتردد بيتناسب عكسي مع شدة المجال المغناطيسي فكلما التردد زاد شدة المجال هتقل فمعنى ان شدة المجال قلت ان احنا نقدر نستخدم تانسفورمر بعدد لفات اقل وكمان بقل بحديدي مساحة مقطع اصغر فبالتالي حجم التانسفورمر بيكون اصغر بس برضو عندنا نفس المشكلة اللي هي وجود تانسفورمر بيانتج عنده مجموعة من اللوسس كمان هنلاحظ ان هنا ان السيستم بيكون معقد وبيحصل فيه اكتر من عملية تحويل يعني عندنا دي سي فولت تحول لإي سي وبعد كده تحول لدي سي تاني وبعدها إي سي فكل عملية تحويل من دول بينتج عنها لوسس برضو زي ما قلنا ان من اهم ميزات النوع ده ان هو اللوسس بتاعته اقل وحجمه اقل من اللوفريكوانسي تانسفورمر هنلاقي ان اللوفريكوانسي تانسفورمر له ميزة تانية خالص ان هو بيقدر يتحمل السيرج باور لمدة اطول السيرج باور دي ممكن تكون نتجة عن بتاع المواتير مثلا فعلى سبيل مثال لو انا عندي مجموعة من الاحمال الديناميكية زي المواتير والترمبات واصل على سيستم بتاعي هنلاقيها في لحزة البدء بتسحب طيار كبير جدا ممكن يوصل لخمس اضعاف قيمة الطيار في الحالة النورمال ففي الحالة دي هنستخدم انفيرتر with low frequency transformer لانه بيقدر يتحمل قيمة الطيار العالية دي لمدة من الزمن على عكس high frequency transformer اللي ممكن يحصل فيه مشكلة نتيجة الطيار العالي ده النوع اللي بعد كال هو transformer less inverter يعني الانفيرتر مفيش جواه اي transformer لكن بيستخدم electronic circuit جواه عشان يعدل قيم الجهد ومعنى ان مفيش transformer فاللوسس بتاعتنا هتقل بشكل كبير جدا وكفاءة الانفيرتر هتزيد لكن عدم وجود transformer هيعمل لنا مشكلة تانية ان هنا مفيش galvanic isolation بين الدخل والخارج بتوع الانفيرتر وده هنتج عنه مشاكل تانية خاصة بالسفتي علشان كده في حالة استخدام النوع ده من الانفيرتر هنلاقي ان معظم الاكواد المستخدمه بتحطي لك اشتراتات معينة عشان تركبه زي مسلا طيق تقريد معينة علشان تتجنب المشاكل لناسجة عن عدم وجود الجالفاناك ايزوليشن بعد كده نشوف الكاتيجورت التاني واللي هنصنف على اساسه الانفيرتر والي هو حجم الانفيرتر نفسه قولا نقدر ان نصنفهم لمهوديو الانفيرتر وهيسنترال انفيرتر فأيه الفرق بين كل نقاط اول نقاط النقاط نقاط استخدمه اول مايكرو انفيرتر لان الحجم بتquarه بيكون صغير فالحالة دي كل مديل بيكون يركب على ظاهره الانفيرتر بتاقيه عشان يحاول الباور من دي سي لآي سي من اهم ميزات النوع ده انها مش بحتاج كابلات DC كل اللي بيستخدمه كابلات EC عشان نربط الانفيرترز دي كلها مع بعض على التوازي وبعد كده اربطها على الشبكة تاني ميزة في النوع ده انك تقدر تزود وتقلل خلايا زي ما انت عايز بدون ما تقصر على باقي السيستم على عكس الانواع اللي هنشوفها بعد كده زي السترنج انفيرتر اللي لو حبيت في المستقبل تزود خلايا على السيستم بتاعك او تقبل حجم السيستم مش هتعرف وكمان مش هتقدر تعمل سيانة لأي موديول في السيستم بتاعك غير لما تفصل لسترنج كلها لكن في الحالة دي تقدر تفصل وتواصل اي موديول زي انت عايزها بدون ما تأثر على باقي السيستم برضو من اهم مميزات النوع ده انه بيقلل تأثير الشيدنج فعلى سبيل المسال لو انا عندي مجموعة من الخلايا او الموديولز متواصلة مع بعض على التوالي وواصلين بسترنج انفيرتر واي موديول فيهم اتأثر بظل قلل الانتاجية بتاعته الـ 50% هنلاقي ان باقي الموديولز اللي متواصلة معايا على نفس السترنج الانتاجية بتاعتهم قلت لـ 50% زي ما شفنا قبل كده على عكس لو انا استخدمت المايكرو انفيرتر لو انا عندي موديول عليه ظل والانتاجية بتاعته قلت لـ 50% فالباقي مش هيتأثر لانهما كلهم منفصلين عن بعض وده كمان هيحلي لمشكلة الميسماتش اللي ممكن يحصل بين الخلايا يعني في حالة المايكرو انفيرتر اقدر استخدم اي نوع من الخلايا مش شرطه كلهم يكونوا نفس النوع ونفس الحجم لكن لو انا استخدمت سترنج الانفيرتر لازم كلهم يكونوا متمثلين ولازم تفارق بين المايكرو انفيرتر والباور اوبتمايزر اللي اتنين تقريبا نفس الشكل ونفس الحجم واللي اتنين بيركبوا على ظهر الموديول بتاعنا وكمان بيقوموا بنفس الفنكشن اللي هي بيحسنوا من اداء البرفورمانس بتاع السيستم بتاعنا عن طريق ان هما بيحلوا مشكلة الميسماتش اللي بيحصل بين الخلايا وكمان بيقللوا من تأثير الشايدنج على السيستم لكن الكونسيبت بتاع الاتنين مختلف فهنلاقي ان المايكرو انفيرتر عبارة عن DC EC Converter يعني بيحول الDC باور اللي نتجه من الموديول لEC باور مباشرة واللي ببعثها بعد كده على الشبكة الكهربية بتاعته او على الاحمال اللي انا بغزيها لكن الباور اوبتمايزر عبارة عن DC DC Converter يعني بيعمل اوبتمايز او بيحسن من الخارج بتاع الموديول بياخد الDC باور اللي نتجه من الموديول بيزبطها ويطلعها برضو الDC باور ويبعثها على الانفيرتر اللي احنا مستخدمينه عشان بدوره يحول من الDC للاEC ففي الحالة دي اتأكد ان خارج الموديول دي كله زي بعضه فبالتالي حليت مشكلة المسماتش اللي بين الموديول دي نيجي بعد كده موضوع القسم هنلاقي ان الموضوع ممكن يكون مكلف جدا لو انا هركب مايكرو انفيرتر على كل موديول عندي وخصوصا لو انا عندي السيستم كبير في مجموعة موديول كبيرة ففي الحالة دي بلجأ ان نركب السترنج او سنترل انفيرتر اللي حازها بحجم السيستم لكن لو عدد الموديول صغير وحجم السيستم اقل فممكن يكون solution افضل ان نركب مايكرو انفيرتر على كل موديول فلو بصينا على الرسم البيان ده هنلاقي على سبيل المثال لو انا عدد الموديول زي بتاعي اقل من 25 هيكون solution افضل وكست اقل لو اركب مايكرو انفيرتر لكل موديول اللي القست بتاعته متمثلة بالخط الازرع لكن اكتر من 25 موديول هلاقي هيكون solution افضل ان انا هركب central انفيرتر لان ساعتها القست بتاعته هكون اقل كمان من ضمن عيوب النوع ده ان هو بيركب في ظهر الموديول فده بيعرضه لدراجات حارة عالية جدا نتيجة الاشاع الشمس اللي بتعرض له الموديول زي دي فدراجات الحارة دي ممكن تعمل مشكلة للانفيرتر بعدين النوع اللي بعد كاله هو string انفيرتر string معناها مجموعة من البي في موديول زي المتمثلة متوصلة مع بعض على التوالي فساعاتها بوصل المجموعة دي كلها على الانفيرتر بتاعنا وممكن استخدم اكتر من string على نفس الانفيرتر لو الريتنج بتاعه كان مناسب يعني لو بصنا هنا هلاقينا عندنا string من ثلاثة موديول و string تاني مكون من ثلاثة موديول والتنين من string دول وصلين مع بعض على التوازي على الانفيرتر طبعا في الحالة دي هنحتاج junction box او صندوق تجميع بنجمع فيه strings بتاعتنا كلها بتجمعها مع بعض وبعد كده خرج الكمبينر بوكس ده بيروح للانفيرتر بتاعنا بس لازم تخلي بالك ان strings كلها تكون متمثلة يعني لو بصنا هنا هنلاقي ان عندنا string مكون من ثلاثة خلايا و string تاني مكون من ثلاثة خلايا كلهم متمثلين طب لو فيه mismatch او كانت strings دي مش متمثلة هنلاقي ان ده بيأثر على ال performance بتاع system كله يعني على سبيل المثال احنا قولنا قبل كده ان الانفيرتر بيكون جواه maximum power point tracker فهو في الحالة دي مش هيعرف هو يعمل tracking لاي string فيهم وعلشان نحل المشكلة دي بنستخدم مالت string انفيرتر وده بيكون عبارة عن string انفيرتر عادي له اكتر من input وكل input بيكون له maximum power point tracker منفصل فعلى سبيل المثال لو انا عندي مجموعة من الموديولز متوجهة بشكل مختلف فشدة الاشعاع المعارضة ليه كل مجموعة مختلفة عن التانية فممكن اوصل المجموعة دي على input ب maximum power point tracker منفصل عن المجموعة التانية وكمان اقدر استخدم strings مختلفة او احجامها مختلفة يعني ممكن الاقي ال input رقم واحد عليه string واصل عليها 10 موديولز ووصلين عالتوالي وال input رقم اثنين واصل عليه string مكونة من 15 موديول عالتوالي في الحالة دي ما عنديش اي مشكلة النوع اللي بعد كال هو central inverter ده نفس فكرة عمل المالت string inverter بس بريتنج بتاعه بيكون عالي جدا وبستخدمه في المشاريع الكبيرة زي محطة بنبان في اسوان دعونا نتكلم في نقطة تانية اللي هي الكفاءة بتاعت ال inverter واللي محتاج تاخدها في الاعتبار وانت بتختار ال inverter اللي هتركبه في السيستم بتاعك فمحتاج تعرف تحسب ال efficient transfer بتاعت ال inverter اللي انت هتركبه عموما اي قيمة كفاءة في الدنيا بتساوي قيمة الخارج على قيمة الدخل اللي هي في الحالة دي هتساوي قيمة output EC power على input DC power واللي اكيد مش هتساوي 100% لان دايما فيه losses طب ايه مصدر ال losses دي في ال inverter بتاعنا اول losses عندها اللي هي conversion losses ودي بيكون ناتجة زي ما قولنا قبل كده عن losses اللي في transformer اللي نستخدمه في ال inverter سواء low frequency transformer او high frequency transformer وكمان ال switches اللي بنستخدمه عشان نحول من DC ال EC بيحصل فيها losses وكمان ال inverter نفسه بيحتاج يسحب طاقة بنسميها self consumption عشان يشتغل وعشان يشغل التولز اللي فيه زي الشاشة الرقمية اللي بتبقى ركبة فيه وال data logger وال control modules اللي بتكون جواه التاني losses معانا اللي هي tracking losses اللي بتحصل خلال عملية tracking ل maximum power point زي ما قولنا قبل كده ان نقطة maximum power بتتغير مع تغير ظروف الجوية زي درجات الحرارة وكمية الاشعاع اللي ممكن تتأثر بالسحب اللي موجودة في الجو فمع تغير الظروف دي هنلاقي نقطة maximum power بتتغير وال inverter مش بيقدر يعمل لها tracking بنسبة 100% فده برضو بينتج عنه losses محصلة كل ده هينتج عندنا حاجة استمال static efficiency وهنلاقي قميتها بتتغير مع تغير درجة التحميل بتاعة ال inverter فلسبيل مثال لو inverter شغل عند 100% من rated power بتاعته قيمة كفاءة معينة لو شغلته عند 50% من rated power هيتدق قيمة كفاءة تانية لو شغلته عند 30% برضو هيديك قيمة كفاءة تانية في الحالة دي هو قالك ان اقصى كمية او اقصى كفاءة بتتحقق عند نسبة تحميل 30% وده بتتغير من inverter للتاني وبالتالي هتقابلك مشكلة لو جيت تقارن بين اكتر من inverter لانه كل واحد هيحط اللي بتحصل على ال inverter بتاعه عنده قيم تحميل مختلفة وكمان نسبة التحميل دي مش ثابتة لانه زي ما احنا عارفين ان الانتاجية بتاعة الموديولز بتتغير مع تغير الظروف فانت مش ضامن السيستم بتاعك هيشتغل عند نسبة التحميل دي عشان تحقق اقصى كمية استفادة علشان كده لجأوا الحل تاني يقيسوا به كفاءة ال inverter وهو اليورو efficiency اليورو efficiency دي بيكون قيمة dynamic مبنية على نسبة تحميل مختلفة للانفيرتر ونسبة التحميل دي مبنية على اساس الظروف الجوية اللي موجودة في اوروبا هم هناك عن طريق المراحزة والدراسة بتاع الظروف الجوية وتأثير على ال inverter طلع جمعات لا بتقول ان ال inverter هيشتغل عند نسبة تحميل 5% لمدة 3% من السنة وهيشتغل بالنسبة تحميل 10% لمدة 6 من 100 في السنة وعند نسبة تحميل 20% لمدة 13 من مية في السنة وهكذا فلو جمعت القيم دي كلها تلاقيها بتديك قيمة مية في المية من وقت السنة فبالتالي المعادلة دي بتديك انديكيشن افضل للكفاءة بتاعة الانفيرتر في عندنا برضو قيمة دايناميك تانية للكفاءة مناسبة لامريكا على العكس القيمة اللي شفناه قبل كده اللي مناسبة لأوروبا هنا بيسموها سي اي سي افشيانس او كاليفورنيا انيرجي كوميشن افشيانسي وهنلاقي ان القيم فيها تغيرت يعني هنا اقل لك ان الانفيرتر هيشتغل عند نسبة تحميل 10% لمدة 4 من 100 في السنة وعند نسبة تحميل 20% لمدة 5 من 100 في السنة وهكذا بكذا نكون خلصنا كلامنا عن الانفيرتر في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل زي ما عملنا مع البي في موديلز هنجيب داتاشيت بتاع اي انفيرتر والنقشها مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته